مساء الفول النهاردة بنكمل الجزء الثاني والحلقات من ستة لخمستاشر وكالعادة وقبل مبدأ هفكرك بحاجتين الأولى إنك لو لسه ما شفتش ملخص الحلقات اللي فاتتك فهتجديني سائب لك اللينكات تحت الفيديو وفي أول كومنت والثانية هنفتكر أحداث الحلقات اللي فاتت واللي انتهت بإن حازم مسافرش وكان راجع على البيت في نفس الوقت اللي يوسف كان مقضيها مع هند وبالنسبة لريناد فكانت مرعوبة لحازم يتقفش وكررت تساعده بالرغم أن واطيه ما يستهلش وراحت قدام البيت ومثلت إنها تعبانة اغبط اللايك ويلا نبدأ بدايتنا مع هند اللي ترعبت وخافت لا تتقفش وهربت يوسف من البلكونة وقالت له مش عايزة شوف وشك تاني وعدت على خير وحازم دخلت عليه اللعبة دي وبالنسبة لنوح فاكتشف إن عاطف بيسرق الدقيق أما صوروا فيديو وفرجوا للحج حلمي اللي تعصب وطرد عاطف من المصنع أما بقى وفاق فجابت العمل اللي دهب كانت جايبه لها وحطته العمر في القهوة بس الخزوق إن أمها هي اللي شربتها وهنا بنشوف خيرة أخد ساري وراحه لسعاد وده لإن الواد ما كانتش مبطل زن وعايز يشوفها لكن اتفاجأ إنها باعت الفيلا والمصنع وراحت قعدت عند هاشم فما كدبش خبر وراح لها على هناك وللمرة التانية سألها العقد فين يا سعاد وهي برضو مريحتوش فهددها إنه هينتقم من ولدها ولو هنبص على توها هنلاقي حماتها مسحت بكرامتها الأرض قدام جوزها اللي مقدرش ينطق بحرف ونرجع تاني عند وفاق وهي شايفة أموها مرمية على الأرض وقطع النفس وده طبعا بسبب الزفت اللي شربته ومن زاوية تانية بنشوف المعلم حجاج وابن عصام والمعلومة هنا إن عصام بيحب أماني وعايز يتجوزها بس البت رفضته وهو خام من إنه نوح السبب وعلشان كده المعلم حجاج هدد أبوها بإنه هيمنع التجار يوردوله خمات وبكده المصنع هيقف أما بقى هاشم فعرف إن مالك بيسرق منه فلوس وطبعا محدش يعرف المصيبة اللي الواد واقع فيها وبعدها سعاد راحت للمكان اللي مخبية في العقد بم وخير الطب عليها وخدوا منها بالعافية وفي الوقت ده ابن عرف إن توها فتحت بيوتي سنتر ويوسف عرفها على وليد صاحبه اللي هيمسك لها الشغل وبعدين راحت لعمر وطلبت منه يركب لها وسيلة منع حمل لأنها مش عايزة تحمل من أشرف دلوقتي وتاني يوم يوسف كان مع هند وحزم أفاشهم وتخيل إن الواطي قالت لجزها صاحبك جاي وبيتهجم علي فقامت عركة بينهم وبناء عليه حزم طرده من الشغل وبصراحة واطي ويستاهل وبالنسبة الخيرت فاكتشف إن العقد اللي خده من سعاد فلسو وإنها دحكت عليه فتعصب وحلف لإجيبها الأرض وبدأ أول خطوات انتقامه بإنه قرب من هاشم وبقى أصحاب ونرجع تاني عند الواطي ينادى وبنعرف إنها بلفت جزها بكلمتين وضحكت عليه ومن ناحية تانية وفاق حول التنتحر علشان تجبر عمر ينفذ اللي في دماغها وبعد كده توقى جابت حازم علشان تصالحه على يوسف اللي طلع أوطى من هند وضحك على صاحبه وقال له امرتك بدخونك وورله سكرينات اللي شاد بينها وبين واحد تاني فالرجل اتعصب والدم غيلي في عروقه وراح البيت ورزعها العلقة المتينة وبعدين يوسف ادخل وأنقذها قبل ما تموت في ايده وبكده أبعد الشك عنه بفكرة ما تخطرش على بال إبليس واحد هيقول لي طب ما هو دلوقتي عم زيزو لو هند عندها شوية كرامة فالمفروض بعد اللي حصل ما تبصش في وشه تاني هقول لك اه معاك حق بس استنى يمكن نلاقي غير كده ونكمل مع نوح اللي عارف يتصرف ويجيب خمات ورجع الشغل في المصنع وكل ما ده بيثبت للحج وبنته انه كفاءة ويعتمد عليه طيب خلينا مع توقى اللي حكت لامها واخوتها اللي حمتها عملته فعمله قاعد علشان يصلحوهم ومش عارفين بقى توقى بتعمل كده علشان هلسه بتحب نوح ولا ايه وهنا بنشوف نوح شغال مع العمال وفجأة عاطف ورجالته هجموا عليهم وعملوا معهم الغلط وسرقوا البضاعة وضربوا الحج حلمي ينهر ازرق اليوم اللي بعده بنشوف دهب وهي بتلقى حلحمتها علشان تطفشها وبالنسبة المالك فجاب صهيب صاحبه اللي عمله اكاون تعدارك ويب ولبس في مصيبة اكبر ودلوقتي ما بقاش قدامه حل غير انه يدفع ولو ما دفعش هيتقتل هو وعيلته يا دينيلا الغريب انك تحس كده ان صاحبه بيعمل عليه حوار علشان يقلبه بس هنشوف ونرجع تاني عند نوح اللي كان قاعد بيتفرج على صور توقى واماني دخلت عليه وسألته مين دي فقال لها واحدة كنت بحبها زمان بس اتجوزت غيره ومحصلش نصيب فزعلته وتحس كده ان اماني بتحبه وهو كمان شكله بدأ يعجب بيها في نفس اللحظة بنشوف خيرت جمع الرجالة والخطة هتمشي كالتالي حكيم هيرائب تقى وخربوش هيرائب عمر وخالد هيرائب الكل عن طريق النت وبالنسبة لخيرت فهيرائب سعاد وهاشم اما بقى يوسف فدعي نزيغة واي واحدة شمال تقدر توقعه ولو بصينا على عمر هنلاقي سمع كلام راتو وخلى دهب تجيب لهم بيت غلبان اسمها شمس يعني علشان يدوها ارشين وترضى بموضوع تأجير الارحام هب ام البيت طبت عليهم وعملت لهم فضيحة ووقتها عمر اضطر يقول انه هيتجوزها بعدها بنشوف هاشم قاعد مع يوسف وقال له اكتشفت مصيبة سعاد بعت الفيلا والمصنع بسعر عالي وضحكت علينا ودتنا ملاليم ويمكن ده اللي خلاه يقرر يدخل قوضة امه بالليل وبالتوازي مالك هو كمان دخل قوضة ذهب وبقى ده يتسحب وده يتسحب وده يدور وده يدور بمو ده تقافش بس ده بقى متقافش وسرق خاتم امه الألماظ لكن خلينا مع هاشم اللي سعاد قافشته وقالت له بتدور على ايه في قطي فزعق وعل صوته وقال لها بدور على حق اخوتي اللي سرقتيه فالست زعلت من كلامه وتقصرت وقالت له يا ابني انا لو ست وحشة كنت كلت حقوقكم وعالعموم انا مخدتش غير نصيب الشرعي وحق نوح اخوكم قالت له كلمتين دول ومشيت وثبت البيت وراحت عنده عمر وعلى الجانب التاني تتجرحوا البطلنة وتخانقوا معها لان البضاعة تأخرت فساعتها ملقاش حل غير انه يمضي لهم وصولات امانة وتاني يوم وفاق طلبت من سعاد تقن عمر انه مايتجوزش شامس بس العكس هو اللي حصل دي قالت لابنها اعمل يا حبيبي اللي شايفه صح فالتانية اتقمصت لكن في الاخر اتفقوا انه هيتجوزها جواز سوري المفاجأة بقى ان شامسه وامها طلعوا بيشتغلوا لحساب خيرت وفي الوقت ده بطلنة جاب عاطف وربطوا علشان يقر على مكان البضاعة اللي سرقوها وفعلا نوح يارف يرجع البضاعة اما هند المهزقة فراحت تقابل يوسف والمرة دي قالت له بما ان حازم بقى يشك فيها فانهط له بالطلاق ومش كده وبس دي قالت له انا حس اني بخونك معاه شوف البكحة بس الواطي قال لها جواز انا مش هتجوز خلينا كده احسن وفي اليوم اللي وراه خيرت اخد ام شامس وعرفها على هاشم وقال له انها سيدة اعمال وده علشان ينصب عليه في ارشين اما بقى مالك فخد فلوس الخاتم وحطها في صندوق زبالة ونفس كلام الهكر بالحرف وعلى الجانب الثاني نوح سلم البضاعة للتجار وحل المشكلة وطبعا الحج عارفه وشكر وقال له انت من النهاردة بقيت زي ابني وهنا بنشوف توق اكتشفت ان البيوت سنتر بتاعها تسرق وخسرت معظم ورسها واشرف جوزها كان شايف ان وليد هو السبب في اللي حصل لكن طبعا خيرت هو اللي وراها وعمل كده علشان ينتقم من سعاد وبعدها المعلم حجاك خد ابنه ورحله الحج حلمي والمرة علشان يشمته فيه بعدما كل التجارة جعلوا البضاعة طبيعي ما الناس لقوها بايزة واللعب بينهم بقى على المكشوف واخد عندك كمان حجاك طالب حلمي بكل الفلوس المتأخرة اللي كانت عليه وحرفيا الدنيا بدأت تعوك على دماغ نوح والحج حلمي وعلى الناحية الثانية خيرت رحل سعاد وقال لها عامل اي مرهم القلوب واي ولادك كويسين انا سمعت ان البيوت سنتر بتاع بنتك تسرق فاتصدمت وعرفت ان هو اللي وراها وقالت له لو ما بعدتش عن ولادي انت متعرفش ان هعمل فيك ايه فرد بان انت اللي بدأتي وهدفعك التمن واحدة واحدة وبعدين بنشوفه مع ابنه ساري اللي اول مرة يقول لابو يا بابا فترمل فرحة شوية وتجمعوا اللي اخوات وهاشم رحل سعاد وصالحة بعدها بنشوف خيرت دخل شاقت يوسف وسرق هارد عليه شغل الاعلانات بتاعه وبكده خيرت يكون نفذ تهديده لسعاد وقازة اثنين من ولادها ونروح لمالك اللي جات له رسالة جديدة بمهمة جديدة والمرادي الطلب منه ياخد ورقة من عربيت المستشار ابو اشرف اللي هو جوز تقا وقبل ما الراجل يمسكه الوات خبطه بتوبة على دماغه وهرب وساعتها تقا حضرت العشوية المتينة لأشرف وده مش علشانه جوزها وبتدلعه كده لا دي عايزة يخلص لها تصريح البيوت سنتر بتاعها يعني من الآخر بتاعت مصلحتها تاني يقوم بطلنا راح للحاج وعرض عليه انهم يعملوا مشبك بنكهات جديدة ومش كده وبس ده كمان عرض عليه انهم يعملوا اوبليكيشن ويعرضوا بضعيتهم على النت وطبعا حلمي من غير ما يفكر وافق على كلام نوح ولو هنبص على سعاد هنلاقيها قاعدة مع نعمة وغريب واتفقت معي بأعنيها وينقل لها كل اخبار خيرت وفعلا ما كدبش خبر ورح لخيرة اللي بلع الطوع موافق شغاله شوية وطوقة رحت لسعاد وطلبت منها فلوس علشان تشتري اجهزة للبيوت سنتر بدل اللي تسرقت فسعاد قالت لها منين ما انت عارفة البير وغطا قالت لها طيب سل فيني من فلوس نوح فالتاني رفضت وقالت لها لا فلوس نوح امانة وانت خدت نصيبك وضي يعطيه السؤال هنا هل توقها تسلط اخوتها وتخليهم يقلبوا على سعاد لانها تدي تنوح من الورث وده مش من حقه؟ خصوصا يعني ان يوسف هو كمان مضطر يدفع شرط جزائي كبير بسبب الهارد اللي ضاع؟ ولا رأيك وايه؟ اكتبلي في التعليقات اما بقى خيرت فاقنع هاشم انهم يشربوا العجول مية وبالتالي وزنها يزيد وبناء عليه عمل صفقة مع تاجر وبعله عشر عجول ولو بصينا على مالك هنلاقي جاله تليفون وكالعادة بلغوه بمهمة جديدة وهنرجع للماضي وتحديدا لليوم اللي سعاد لقيت فيه نوح وقررت تتبنى وخدته راحت عند الحاج نادي اللي قرر يتجوزها علشان تربي عياله ووعدها انه هيعمل نوح زي ولاده بالظبط ونطلع للحاضر مع وفاء اللي اتخانقت مع سعاد علشان طلبت من شمس تنظف البيت وبنعرف ان وفاء بتخاف جدا على شمس لانها حامل في ابنها ومش عايزة اي حاجة تحصل وتأثر على الحمل في نفس الوقت عمر راح لنوح اللي اتفاجئ اول ما شافه وبنعرف انه عمر الوحيد اللي كان عارف مكانه من البداية وبعد السلامات نوح طلب منه يسلفه فلوس وده علشان يسد الديون لحاجة حلمي وبالنسبة لدهب فعرف الطريق نوح ورحت له على هناك وتخال ان البكحة قالت له وحشتيني وهو كالعدة صدها وشكلها كده مش هتجيبها البر ومش لوحدها ده هندي كمان رحت ليوسف وفضله يحبه في بعض وبالنسبة لرناد فكانت على الباب وسمع كل كلمة بيقولوها وللمرة التانية داست على قلبها واخترت انها تمشي من غير ما تفضحهم ونرجع تاني عند دهب البكحة اللي اتخنقت مع جوزها وشرشحت له وحرفيا مسحت به الأرض وبعدها وفاء اتخنقت مع سعاد وعيرتها بعدم الخلفة ويمكن ده اللي خلت ستة تلم هدومها وتروح عندي يوسف اما خيرت فجاهز خطة جديدة علشان يلعب هاشم وكرر انه يحط دواء للعجول في الأكل وبعد كده عمر عرف اللي امراته عملته في سعاد وعلشان كده رح يصالحها بس خلينا مع خيرت اللي جاهز ملعوب جديد والمراضي اليوسف واتفق مع واحد انه يحط له فراخ منتهية الصلاحية في التلاجات وساعتها يقوم بلغ الصحة ويجوا ويشمعوا الكافيه بس المفاجأة انه مفتش الصحة جاي وملقاش حاجة وبنعرف ان غريب بلغ صحات بخطة خيرت وبسرعة قدرت تحذر يوسف ورحت لخيرته وقالت له انا لحد دلوقتي مش عايزة زعالك ابعد عن ولادي حسن لك وفي اليوم اللي وراه بطلنا واجه مشكلة جديدة وهي ان العمال اتفقوا مع المعلم حجاج وسبوا المصنع بس نوح زاكي وكالعادة قدر يحل الموقف وجاب ناس جديدة وعلمهم الشغل ولو رحنا المالك هنلاقيه في طريقه لتنفيذ المهمة الجديدة وفك عربية مركونة في الشارع بس ليه لسه ما نعرفش بعدها عمر اتصل بنوح فيديو علشان سعاد تطمن عليه وكان واضح انها ملهوفة عليه جدا وانه وحشها وهم كمان كانوا وحشينه جدا وحاسس بالوحدة من غيرهم ومش كده وبس ده كمان قرر يقولهم عن السر الكبير وهو انه مش في ايطاليا ولا حاجة وانه في دوميات وماسك مصنع حلويات لراجل طيب قوي بس الخزوق ان النت فصل ومحدش منهم عارف السر لكن الحج حلمي عرف حكايته وصعب عليه جدا جدا نرجع للماضي وتحديدا لليوم اللي نادي مات فيه وقبل ما يموت عرف سعاد انه كاتب لها كل حاجة وقال لها لما العيال تكبر وازاي عليهم المراس ونوح ياخد زيه زيهم ونكمل في الحاضر مع ماليكا اللي شكلها كده معجبة باب صاحبتها وحاول التقرب منه بس الراجل كان معتبرها زي بنته اما مالك فترعب لما عرف ان العربية اللي فك منها العجلات عملت حادثة وكل اللي كانوا فيها تصابوا وبسبب احساسه بالزنب راح المستشفى ودفع لهم الحساب وبالليل هاشم عزمهم كلهم في المزرعة ووقتها بنشوف ناس جايين يتخنقوا معاه بسبب العجول العينة اللي بيبيعها وواضح كده ان خيرت هيودي في دهية ولو بصينا على دهب هنلاقي ابوها حقالا حلمها واشترالها الفيلا بتاعت سعاد اللي باعتها وده طبعا علشان تكدهم واتغزهم لانها مش ناسية ان نوح وطوقة كانوا بيحبوا بعض او لسه يعني الست عايزة تعمل اي حاجة اهو توسع لنفسها الطريق واتخلي نوح يحبها في نفس الوقت خيرت جمع رجالته علشان يوقعوا عمر واتفقوا انهم هيبعتولوا واحدة شمال العيادة بغرض انها تتبلع لي وتقولوا انه تحرج بيها شوية ام شمس جات فخيرت قال لها تطلب حق بنتها طيب ازاي؟ قال لها انت تزني على دماغ عمر انه يحول لبنتك مبلغ محترم وعلى الناحية التانية شمس كانت بتسبل لعمر وبتدلع عليه ونزلت الدمعتين وصعبت على الراجل واخدها في حضنه وقال لها بلاش دكتور قولي لي يا عمور بام ووفق طبط عليهم بس عمر طلع راجل وزعق لها وقال شمس امراتي زيها زيك وهنا بنشوف يوسف بيقول لهاشم مستحيل اللي بيحصل معنا ده يكون صدفة اكيد فيه حد عايز يوقعنا فهاشم رجح ان نوح هو اللي بيعمل معهم كده علشان ينتقم منهم بس يوسف قال له حرام عليك يا راجل ده نوح اخونا ومتربي معانا وفي اليوم اللي بعده توقع عملت افتتاح البيوت سنتر وبالرغم من ان كل عالتها كانوا حواليها الا انها كانت زعلانة وافتكرت زكرة بينها وبن نوح لما جاب لها سلسلة ووعدها انه هيكون جنبها لحد ما تحقق حلمها وتفتح البيوت سنتر لكن طبعا ما قدرش يوفي بوعده وفاجأة توقع اغمى عليها هي مش عايزة البيبي وعايزة تنزله وبعد كده هاشم اتصدم بان كل العجول اللي في مزرعته بتموت وفي نفس الوقت عاطف رحل المعلم حجاج وطلب منه يستلف قرشين يعني علشان ابنه عيانه بيموت وتخيل ان الواطي قال له لما يموت هنبقى نعز فيه شوية والحاج حلمي دخل عليهم والمرة دي كان جاي حذر حجاج وابنه انهم لو ما بعدوش عن سكته هيشوفوا الوشي التاني بعدها بنشوف دهب مسحت بقرامة هاشم الارض قدام عياله وقالت له عجبك تقعد في بيتي وتمشي على مزاجي عجبك مش عجبك الباب يفوت جمل وبعد كده بعتت فويس لنوح وفضلت تدلع عليه وتقول له طب اختلك البامي اللي بتحبها وهبعتها لك خد بالك ان هي الوحيدة اللي عارفة النفضومياط وفي المشهد الاخير بنشوف يوسف عمال يحب في هند على التليفون كل ده وسعاد وقفه وسامع كل حرف بيت قال ومن هنا تخلص الحلقة وكده يبقى أنا هنا وانتهينا سؤال الحلقة بيقول هل تتوقع ان سعاد هتدي الخيرة العقد علشان تنقذ ولادها من شره خد سؤال كمان تتوقع سعادها تعمل ايه بعد ما عرفت ان ابنها بيخون مراته هل هتكتفي بالنصيحة انه يبعد عن هند ولا هتقول لي ريناد مراته هستنى تعليقك وهرد عليك في بداية الحلقة الجاية وما تنسى اللايك والشير والسبسكرايب كل وسائلنا على السوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو عاش جمهور الملخصات اشتركوا في القناة